السلام عليكم خامس اليوم في الفيديو سنكمل درس أثر تغيرات البيئة في الأنظمة البيئية أخذنا في الفيديو السابق أن الأنظمة البيئية تتغير بسببان تمام؟ إذن تتغير أنظمة البيئية بسببان السبب الأول هي تغيرات الطبيعية في البيئة وشرحنا عنها بالتفصيل في الفيديو السابق السبب الثاني هو أثر الكريمات الحينية في البيئة والذي سنشرحها بالتفصيل اليوم . إذا تتغير الأنضم البيئية بسببها. السبب الأولي تغييرات الطبيعية في البيئة ، يعني تغييرات نتيجة موجودة في الطبيعة وإنسان العلاق فيها. أما سبب ثلوم أثر الكلمة الأحييية في البيئة طبعا بالمسماع التغييرات الطبيعية في البيئة ، شرحناها في فيديو السابق أنها تغيير في تغيير طبعي الأرض ، ارتفاع درجات الحرارة ، وإنخوارف الطبيعية عشانه يسميها تغيرات أن الإنسان لا يścieخل في هذه الحدوث وشرحناها في فيديو الصامح اليوم نراحح عن أن تت veky의v reflect هل تؤثر الكائنات الرئيسة في البيئة أو النظام البيئي في إلعابة نعم كيف تؤثر كائنات الرئيسة في البيئة أو خيار في البيئة أو النظام البيئي تؤثر الكائنات الحية أول نقطة من خلال العلاقات بين الكائنات الحية مثل علاقة التنافس وكما لا نستطيع أن ننسى الإنسان. الإنسان من خلال أنشطة البشرية يؤثر في الكائنات الحية يؤثر في البيئة مثل الصيد والقطع الأشجار إلى برجة بعيدة. هل تؤثر الكائنات الحية في البيئة؟ نعم، تؤثر. طيب، كيف تؤثر الكائنات الحية في النظام البيئة؟ تؤثر بطريقتها. الطريقة الأولى هي من خلال علاقات بين الكائنات الحية مثل علاقة التنافس وكما للأنشطة البشرية مثل الصيد وقطع الأشجار. طيب، هل الآن في عند النظام البيئي والنظام البيئي تتخير نتيجة ظروف معينة؟ طيب، كيف ستستجيب الكائنات الحية الموجودة في هذا النظام البيئي؟ برجة بعيد السؤال، عندي نظام البيئي، وهذا النظام البيئي تغير نتيجة ظروف معينة؟ كيف ستستجيل الكائنات الحية الموجودة في هذا النظام البيئي؟ طبعاً، هل تستجيل هذه الكائنات الحية؟ بالطرق الأسئلة. أول طريقة، ستنتج الكائنات الحية عيشة في مكان آخر، يعني الكائنات الحية العيشة من النظام البيئي وهذا النظام البيئي تغير خوابة الخوابة الخوابة الخاتم ، فإنك يظهر الكائنات الحية إلى Chrome وقةهات الموجودة في مكان آخر، وتعكيد تهاجد، هذا الإحتمال، بينما lossesدة تشاءاء الحية، من الإحتمال التي يمكنكم التحمل هذه الظروف، и你是 يعيشه، وتنكسفهم بينما وجودuran بشراء البيئي Very thannlus jugger إنه في الكائنات حية ما بتقدر تنتقل إلى مكان آخر وما بتقدر تضل عيش بنفس المكان وتموت، تمام؟ ما بتقدر إنها تنتقل لمكان آخر وبتضل عيش بنفس المكان وما بتقدر تتحمل إنها الظروف في هذا المكان، فبالتالي إيش؟ تموت فبسيحي عندي مفهول يسمى الانقرار، تمام؟ كيف ممكن نعرف الإنقرار؟ الإنقرار هو مضم نوع من الكائنات الحية واختفاؤها جميلها من منطقة ما من الأمثل عن الحيوانات التي قرضت من العالم كلها هي الديناصورات وعندي بعض الكائنات حية قرضت في نظام معين، في نظام بيئي معين، يعني بس نظام بيئي معين، ماذا من العالم كله؟ مثل النعام السوري، مثل النعام السوري طيب، إذن برجى بعيد، عندي نظام بيئي، وهذا نظام بيئي تغير كيف تستجيب الكائنات الحية لتغيرات في هذا النظام بي؟ المتحدة عن احتمالات، الاحتمال الأول، ت عيش عبادة في بعض الكائنات الحية التي تتحملها في دارًا Çعام ب Heat Bobak بال inicemar الثالث، بعض الكائنات الحية غيرين لا استطاعت به الذي يفعله الثالثة من الم 사ية في المرك So ustedes Teaching 4 الانقراض هو مبنون من الكائنات الحية واختفاؤها جميعا ومثال على الانقراض يدينو صورات التي انقرضت من جميع انحاء العالم وعندي كمان انشاء النعام السوري هو من أمثل لأنها انقرضت في ضم بيئي نمع تمام؟ هل في صبح 19 يا خارج من صبح 19 أتأمل الصورة هون حيوه معي على الكتاب وصدف العوام المؤفع لتنموع الكائنات الحية إلى كوايد طبيعية وعلاقات بين الكائنات الحية واجهة مشارية لدي ست سور كل سورة تكتب لها ناتج عن كوايد طبيعية أو علاقات بين الكائنات الحية أو انشاء النعام وعندوق اللي في الصورة الأولى لدي مصانع وهي ناتجة عن أنشط نعام لن ناتجة عن انشط نعام ومثال السور الثانية لدي سطر hole سيد سمكة فبتالها هي علاقات بين الكائنات الحية لديه لا يمكن لسورة الحية يتم ورغط أن أتبأ من بركان المغرط الأن ب wasted ماذا تعتبرile الحصول الباب أعاني ن座 يتم تعتبر انشتبات واحد هذا يُعتبر كوارث طبيعية إذن انتشار الجراد يُعتبر كوارث طبيعي شوف دائماً لدي الشخص يرعون برأس فأنت تلاقي بها الأنشيطة بشرية ما لو أينها الانشيطة ان تلاقي فيضانات سوف تنаковتها كوارث طبيعية لنكمننا إذن الأسبوع من الأماكن في البيئة سنكمل الدرس في المصعدة Solid السلام عليكم ورحمة الله